مشاهدين للحديث أكثر عن زيارة العاشر من المحرم الحرام ينضم إلينا مباشرة من كربلاء المقدسة مراسلنا حيدر الحاج ومن النجف الأشرف ينضم إلينا مراسلنا منتظر الشريف ومن الكاظمية المقدسة ينضم إلينا محمد جبار إذن أهلا بشبكة المراسلين ونبدأ بحيدر الحاج من كربلاء المقدسة حيدر أهلا بك يعني أنقل لنا صورة الزيارة في كربلاء المقدسة حتى هذه اللحظة هل ما زالت مستمرة وأيضا نتحدث عن التفويج العكسي للزائرين والتنظيم الخاص بالزيارة تفضل نعم أحمد انتهت أكبر شعيرة من شعائر زيارة عاشورة وهي ركبة طوريجية قبل ساعة من الآن أزدل الستار على هذه الشعيرة وقد أعلنت كافة الجهات نجاح هذه الشعيرة والخطط التي وضعت لها سواء كانت الأمنية أو التنظيمية أو الخدمية وما إلى ذلك طبعا التفويج العكسي بدأ منذ ظهيرة هذا اليوم بعد أداء شعيرة ركبة طوريج العديد من الزائرين توجهوا مباشرة إلى ساحات الإركاب التي وفرتها الحكومة المحلية وأيضا الوزارات الساندة التي وفرت عجلات النقل في مداخل مدينة كربلا وبالقرب من المدينة القديمة حيث الأضرح المقدسة لأن لا يكون هناك تعب مضاف على من عنده ركبة طوريج التفويج العكسي طبعا شاركت فيه وزارة النقل والبلديات والداخلية والدفاع والتجارة وأيضا العتبات المقدسة وفرت أكثر من ثلاثمائة باص كبير أيضا والحكومة المحلية والنقل الخاص أيضا كان له دور كبير وزير داخلي عبر نداء مركزي أولا شكر كل الجهات الأمنية التي ساهمت في تنظيم هذه الزيارة ووفرت الأمان للمؤدينة لهذه الشعار وأيضا أكد الوزير في ندائه على البقاء بذات الوتيرة بالنسبة للأجهزة الأمنية من أجل أن يتم إجلاء أو نقل آخر زائر من كربلا وتفويجه عكسيا إلى محافظاته أو إلى المطارات والمنافذ الحدودية بالنسبة للزوار العرب والأجانب طبعا الخطط كانت مراقبة بالكاميرات سواء كانت مسار ركضة طواريج أو التقاطعات التي حول الأذرح المقدسة من أجل أن تكون هناك كفاءة عالية وتنظيم عالي من أجل أن تكون هذه الركضة كما خطط لها وقد نجحت بشكل كبير والآن بدأت العتبات المقدسة بفرش الصحن الحسين الشريف بعد أن كان مفروشا بالرمال ليمنعه انزلاق الزائرين المؤدين لرقضة طواريج والتدافع الآن بدأ فرش السجاد من أجل الاستعداد لصلاة المغرب والعشاء حيدر قبل أن ننتقل إلى النجف الأشرف هل هناك إحصائية من العتبتين وصلت إليك عن عدد الزائرين الداخلين إلى كربلا المقدسة هذا اليوم؟ لغاية هذه اللحظة لم تعلن أي جهة عن الأعداد التي شاركت برقضة طواريج ولكن وعد الإعلاميون وعدوا بأن سيكون هناك مؤتمر خاص لإعلان نجاح الخطة طبعا أعلن وزير داخل نجاح الخطة ولكن هناك الجهات الأمنية أيضا قيادة العمليات والعتبات المقدسة تعلن نجاح الخطط الخدمية والأمنية والتنظيمية وستعلن أيضا عن رقم الأعداد المشاركة في رقضة طواريج طبعا هناك أكثر من آلية لإحصاء أعداد المشاركين أولا للكاميرات التي نصبتها العتبات المقدسة وهي ذات كفاءة عالية يمكنها أن تحصي أعداد الزائرين وأيضا هناك التصوير الجوي التابع للجيش العراقي يحسب أعداد الزائرين حسب المتر المربع الواحد يضربه في عدد الأشخاص المتواجدين في هذا المتر المربع ثم في المسافة بشكل عام وتظهر لدينا أرقام على الأقل تكون تقريبية نعم إذن حيدر ابقى معي ودعني أنتقل إلى النجف الأشرف مع منتظر الشريفي منتظر أهلا بك النجف الأشرف لها خصوصية بالإضافة إلى عدد الزوار في كل سنة في العاشر من المحرم أيضا الزوار القادمون من خارج العراق عبر مطار النجف الدولي يمرون بمرقد الإمام علي عليه السلام قبل الانتقال إلى كربلاء المقدسة هذا يدفعنا إلى التساؤل عن الخطط الموضوع على المستوى الأمني أيضا على المستوى الخدمي لاستقبال الزائرين أبدأ ممن تهيث أحمد مطار النجف الدولي أعلن في وقت سبق من هذا اليوم عن تسجيل 59 رحلة ما بين الذهاب وإياب في هذين اليومين يعني اليوم ويوم أمس جاءت هذه الرحلات من دول عربية وأجنبية لم تعطى أرقام أو أعداد الزائرين العرب والأجانب لكن تم تسجيل أعداد الرحلات 59 رحلة لغاية قبل ساعات من الآن أعتقد أن المطار مستمر في تسجيل أعداد الرحلات ربما في اليومين أو الأيام القادمة وذلك لاستقبال الزائرين الذين يأتون للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين من لم يرحق أيضا بزيارة عشوراء سوف يأتي لتقديم العزاء للإمام علي من ثم التوجه إلى كربلاء ربما حتى في الأيام القادمة على كل حال الزيارة انتهت كانت الذروة من مساء يوم أمس ولغاية فجر هذا اليوم تم تسجيل يعني ربما هي بتأكيد زيارة مليونية لكن أيضا لم نعطى من قسم الإعلام الذي لديه كاميرات مراقبة حرارية في بوابات العتبة العلوية لم نعطى الأرقام لغاية هذه اللحظة ننتظر أن تكون ربما في النشرات القادمة بعض الأرقام على كل حال تم رفع السجاد الأحمر المحيط بالعتبة يعني أكثر من خمسين ألف متر مربع تم إكساء هذه المنطقة لاستقبال المواكب الحسينية يوم أمس تم رفعها هذا اليوم تم بدأ بعملية أن تنظيف من صباح هذا اليوم تنظيف الأماكن المحيطة الحياة عادت بشكل طبيعي لمحيط العتبة العلوي وداخلها الزوار ما زالوا يتوافدوا بشكل قليل على المرقد العلوي بعد إحياء الليلة يعني ليلة عظيمة كانت يوم أمس وقد شارك فيها الكثير من الزائرين كما أسلفنا من داخل وخارج العراق هناك جهد أيضا في عملية التفويج الزائري من قبل وزارة النقل التي وفرت أكثر من خمسة آلاف مركبة على رغم أن حجم الزيارة وكبرها موجود في كربلا لكن النجف أيضا لها دور كبير تم أكثر من خمسة آلاف مركبة تم توزيعها على محاور مدينة النجف لنقل الزائرين من القطع الأمني ولغاية المرعب الشمالي والمرعب الجنوبي لتفويج الزائرين بشكل عكسي إلى مدنهم نعم أحمد نعم منتظر دعني أعد إلى العصمة بغداد وتحديدا إلى الكاظمية المقدسة مع مرسلنا محمد جبار محمد أهلا بك يعني حدثنا عن كيفية استقبال الكاظمية المقدسة للزائرين والعداد الكبير لزائرين الوافدين إلى المدينة المقدسة والخدمات المقدمة لهم تفضل نعم ساخر نعم ساخر على كل المشاهدين طبعا كحال باقي المدن المقدسة تشهد مدينة الكاظمية توافدا كبيرا للزائرين من أجل إحياء ذكر استشهد المام الحسين وآل بيتي واصحابي عليهم السلام الزيارة تسير بالسيابية عالية وفق خطة أمنية محكمة تأخذ على عتقها تأمين الزيارة من جهة وتأمين الانسيابية والسلاسة للزائرين حيث أعلنت قيادة عاملات بغداد اليوم عن نجاح خطتها وهي الخطة الأولى من نوعها منذ عشرين عاما التي لم تشهد قطع أي شارع فرعي أو رئيسي لتأمين الزائرين وليس تأمين الزائرين فقط وحتى المواكب الحسينية مواكب الخدمة مواكب العزاء المتنقلة والمتحركة كلها شهدت تأمين كامل من قبل قيادة عاملات بغداد من أجل إنجاح مراسم الزيارة في مدينة بغداد وأيضا الزيارة تشهد أيضا خطة خدمية كبيرة من قبل الكوادر البلدية إلى جانب خطة طبعا صحية من قبل وزارة الصحية وتنتشر الفرق الصحية للتقديم أي خدمة طارئة في حال احتاجها الزائرون إلى جانب طبعا فرق الدفاع المدني أيضا تنتشر كل الدوار الخدمية هنا في استنفار تام من أجل تأمين الزيارة وإنجاحها وهي تسير بالسيابية عالية وحتى الآن تشهد مدينة كاظمية توافدا كبيرا ومن المتوقع أن تشهد خلال الساعات المقبلة توافدا أكبر خاصة مع قرب الساعات المقبلة وانخفاض درجات الحرارة حيث أن الزائرون يتوافدون عليها سواء من مدينة بغداد مناطق مدينة بغداد وحتى المحافظات الأخرى نعم أشكر شبكة مراسل العراقية الإخبارية من كربلاء المقدسة حيدر الحاج ومن النجف الأشرف منتظر الشريفي ومن الكاظمية المقدسة محمد جبار شكرا جزيلا لكم